بقى احكيلي بقى شخصيات ديزني رده كل اطفال عايزة تشوف الشخصية اللي ارتبطت بصوتها طيب انا في الحقيقة دخلت انا في عالم ديزني ده من زمان وانا صغير حافظ لاين كينجي جوز الاول وجوز التاني كمشاهد اه كمشاهد وكان من احلام حياتي ان انا بقى اعمل سم بقى علاء الدين بتقلهاش المين كاركتر اه فقوة ما حصلش نصيب لان انا دخلت الموضوع متأخر شوية بس فيعني اكتر مشهور دلوقتي نوعا اه مشهور اوي كمان اللي هو مارد وشوشني اللي كان بيعمله الممثل الفنان العظيم محمد هنيدي طبعا تحيا لي اه وابهرنا جدا باداؤه وانا حتى لما جيت عملت الشخصية يعني خدت من اداء محمد هنيدي شوية في طريقة التقلي بتاع الكلام الكوميدي اه لكن بصوتي انا يعني انا ما بقلتش اه ما بقلتش الفنان محمد هنيدي يعني انا مش مشخصات ما بقلتش فناني اه بس انا خدت الروح بتاعة الستاذ محمد هنيدي وحطتها بقى في الكاركتر طيب قبل ما نسمع الاصوات اللي احنا حبناها منك اه انا عايزة اعرف ايه مواصفات الدبلاج الشخص اللي هو يعني اصلا الواحد اللي ما بيجي مسل قدام الكاميرا عنده ادوات كتير اه وشه جسمه لكن انت المرة دي صوتك بس فازاي حتوصل للمشهد وتخليني اتخيله معك بصوتك اه دي بتبقى لعبة اتنين المخرج والممثل اصلا المخرج هو اللي بيدي لك الاحساس اللي انت توصل به لان الفيلم او المسلسل بيجي بالانجليش فطبعا تمثيل الانجليش الكالتشر بتاعته مختلفة عننا اه يعني مثلا حد بيقول جود بورنينج تمام احنا عندنا صباح الخير اه فعلى حسب الشخصية فيه مثلا شخصية مثلا كوميدية هتتكلم بشكل معين صباح الخير متضايق فهيتكلم بشكل معين ايا كان اا اا بس انا خدت كورسز معينة لا خالص الكورس خدتها من من الاسادزة الكبار اللي عملوا لاين كينج وعلاق الدين وكيركليز وكنت بذاكرهم قوي لكن ما روحتش مكان معين درست لا خالص اوكي انت موهبة عندك وانت نميتها معنا حتى لما اشتغلت في الاخراج اشتغلت في الاخراج من كفائتي في التمثيل اخراج ايه بقى اخراج المسلسل اول فيلم الديبلاج اه اوكي لكن مش تلفزيوني لا الاخراج الفيلم بيجي لنا مدبلش بالانجلش عادي جدا اللغة الاساسية بتاعته احنا بيبقى في اعداد بقى وترجمة وحاجازة كده احنا برضو المخرجين بناخد المسل بنشوف الديلوج بيقول ايه وبنحاول ان احنا لو الكلام مش مظبوط قوي بنلفقه قوي بنخليه عصري جدا بنخليه لايق مع الوضع لايق مع المشهد